لازم نعرف البيئة المصرية الخاصة بالمكتبات والكلام اللي هقوله يمكن لأول مرة بيتقال في القناة الفضائية مصر فيها 35 ألف مكتبة فيها 18 قسم المكتبات بيدرس علوم المكتبات في جمهورية مصر العربية كلها بمعنى أن هناك مكتبة لكل 3000 مواطن الكلام ده ما تقالش قبل كده طلاقا ومنشور في الأدلة الدولية للمكتبات مصر بتعد من أهم 15 دولة على مستوى العالم في مجال المكتبات كمان مدينة الفنون والثقافة هي امتداد للقاهرة الخدوية لأن العمارة اللي هي مبنية عليها هي العمارة بتاعت القاهرة الخدوية فمش هتحس ان انت في فرق مدينة الفنون والثقافة بتقع على 127 فدان بتضم 3 مؤسسات داخلها بتضم الأبرة المصرية وهي أكبر أبرة في الشرق الأوسط بتضم متحفين في دورين متحف للعواصب مصر ومتحف للفنون الحديثة ثم مكتبة العاصمة وهي بتقع على حوالي 10.000 متر مربع ده المساحة المسطحة بتاعتها لكن إجمالي المباني بتاعتها بتوصل لحوالي 30.000 متر مربع وده بيعتبر 3 على 8 من مكتبة إسكندرية فيه أهم ثلاث مكتبات مصرية اللي هي الكبيرة في مصر هي مكتبة الإسكندرية وهي مكتبة دولية طبعا الأول هي دار الكتب المصرية اللي هي أنشأة 1870 بقرار من الخديوي اسماعين ثم مكتبة العاصمة الإدارية زي ما قلت اللي هي بتقع على حوالي 10.000 متر مربع المكتبة اسمها مكتبة العاصمة الإدارية وهي مكتبة عامة ومتخصصة في نفسها عامة لأنها بتستقبل كل جمهور مصر أو الناس الأجانب اللي عايشين في مصر أو المصريين في الخارج كل شغوف الكتب المكتبة سيمي ديجتال يعني شبه رقمية بمعنى أن فيها 70.000 عنوان كتاب لكن ورق لأننا طبعا في الإيرا أو في العصر الرقمي فعندنا حوالي 10 مليون كتاب رقمي موجود بجانب ألاف المجلات والصحف والجرائد والمجلات العلمية المتخصصة في الفنون والثقافة في العالم الطراز المعماري زي ما قلت هو بيعود للقاهرة الخدوية زي ما احنا عارفين القاهرة أنشأت العمارة بتاعتها بناء على عمارة باريس اللي عملها المهندس الفرنسي هاوسمان والاستكمالها علي مبارك في عصر الخدوية لكن في نفس الوقت مباني مدينة الفنون والثقافة مبنية بطريقتين زي ما فيه عمارة اسمها عمارة البروك أو الركوكو اللي هي مبنية بيها القاهرة الخدوية لكن الجزء الخارجي من المباني كلها مبني بطريقة بنسميها الباست مودرنزم أو عمارة ما بعد الحداثة عشان نستفيد من الشمس في مصر ومن الإضاءة ومن الهوى بدل نستخدم الإضاءة الطبيعية بدل اللي هي الإضاءة الصماعية